بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد الطائرات المسيرة بيرقدار وأخواتها الكشف عن خطوات تركية لإحداث ثورة في المسيرات البرية لمعرفة التفاصيل كنوا معنا حتى النهاية تستعد رئاسة الصناعات الدفاعية التابعة لرئاسة الجمهورية التركية لنقل نجاحاتها خلال السنوات الماضية في مجال المسيرات إلى المركبات البرية غير المأهولة بجانب تصديرها للطائرات المسيرة بدون طيار إلى أكثر من 20 دولة حول العالم تنفذ الصناعات الدفاعية التركية أنشطة متعددة لتطوير مركبات برية غير مأهولة من فئات مختلفة وفي هذا السياق وقعت الشركة التركية لصناعة العربات البرية المدرعة FNSS اتفاقية مع رئاسة الصناعات الدفاعية لإنتاج مركبات برية غير مأهولة من الفئة الثقيلة وقال نائل كورد المدير العام للشركة التركية للصناعات العربات البرية المدرعة FNSS إن الشركة بدأت في تنفيذ خطط مختلفة لتطوير المركبات البرية المسيرة قيادة ذاتية ذكر نائل كورد في تصريحات لوكالة الأناضول أن شركته تمكنت بالتعاون مع الصناعات الدفاعية التركية من وضع تعريف للمهام والأنظمة الفرعية لخمس مركبات برية سيجري العمل على إنتاجها وأضاف أنهم سيضعون اللمسات الأخيرة على مقترحاتهم ذات الصلة بالمركبات الخمس قبل أن يتم تقديمها إلى رئاسة الصناعات الدفاعية وأوضح كورد أن المركبات البرية غير المأهولة التي أنتجتها شركة FNSS في وقت سابق لا تحتوي على ميزة القيادة الذاتية المستقلة وأضاف تماشيا مع رغبة رئاسة الصناعات الدفاعية وقيادة القوات البرية نعمل على إنتاج مركبات برية مسيرة ذات مستوى معين من القيادة الذاتية المستقلة وتابع نعمل على إجراء دراسات حول أبرز الأنظمة التي يمكن استخدامها في هذا النوع من المركبات البرية المسيرة ثورة تطوير وكشف نائل كورد أنهم يعملون على إنتاج مركبات برية مسيرة تخلق ثورة في هذا المجال من خلال إحداث تغيرات تحسن أنماط الاستخدام وإدخال أدوات تفاعل أداء المركبات ومرونتها وأكد كورد أن التفاعل مع الجهات المستخدمة والتواصل معها لتطوير الأداء تعتبر حاجة ملحة ومهمة جدا في هذه العملية وأشار كورد أن شركته ورئاسة الصناعات الدفاعية التركية توليان أهمية بالغة لمقترحات المستهلك بما يخدم تطوير المنتجات وزيادة فعالياتها في الاستخدام إنتاج 2023 وأوضح كورد أن عملية تطوير تقنيات المركبات البرية غير المأهولة بدأت تتطور حديثا وأن تركيا والعالم أجمع لا يزال في بداية هذا الطريق وأضاف نبذل جهودا كبيرة في تركيا للمضي قدما في مجال التطوير التقني لإنتاج المركبات البرية وتحسين خصائص قيادتها الذاتية وأشار كورد إلى أنهم يتوقعون تسليم الدفع الأولى من المركبات البرية غير المأهولة من الفئة الثقيلة عام 2023 وأن المفاوضات مستمرة لتسليم مجموعة من المركبات المماثلة من الفئة الخفيفة في وقت لاحق متابعين الأعزاء إن كانت مادة هذا الفيديو قد أعجبتكم لا تنسوا أن تدعمون بتسجيل إعجابكم والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر